السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الأخوة والأخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحة فهذا الفيديو الجديد وارتباطا بالموضوع اللي انشرناه بالأمس حول القضية دي الأمن السيبراني بالمغرب والمسؤولية دي الحموشي على هذا القطاع فبعدما انشرت الفيديو وقلنا أن الحموشي ما عنده حتى شي علاقة بهذا القطاع ولا بهذا الميدان ولا بهذا الإدارة هذه فتعالت بعض الأصوات التي تؤكدوا أن الحموشي هو الذي يدير هذا القطاع في المغرب ولكن باش نعرفوا الحقيقة شنو هي حنا ما محتاجينش أننا نبقوا تجادلوا أنا عندي الحق أنت اللي عندك الحق كين المعلومات الدقيقة كنبحتوا عليها من المصادر ديالها ممكن أننا نشوفوا شنو شكون هي الإدارة ديال النظم المعلوماتية في المغرب وشكون اللي كيقوم عليها فالقضية سهلة جدا أننا نمشيو لهذا الموقع هذا ديركسيون جنرال ديال السيكوريتي ديال سيستيم دانفورماتيك يعني الإدارة العامة للأمن والنظم المعلوماتية داخل المغرب باش نعرفوا هاد الإدارة تابعة لمن كان جيو غير هنا الفوق شي شوية وكان قرأوا ها هي غوايوم ديو ماروك أدمينيستخاسيون دولا ديفونس ناشيونال يعني إداعة عفوا إدارة الدفاع الوطني يعني هاد المؤسسة له هاد الجهاز ديال الأمن السيبراني من يشرف عليه هو الجيش الملكي وكذلك في جميع دول العالم الجيش هو من يشرف على إدارة الأمن السيبراني في حالة تعرض أي دولة لهجمات خارجية أما بالنسبة لجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني فله أدوار أخرى ربما جهاز المخابرات ممكن أنه يكون تجسس على دول أخرى ولا على أشخاص ولا هذا باش ميكونش هناك واحد لخلط الأمن السيبراني ماه شي هو التجسس على أجهزة أخرى ولا على دول أخرى فهذا مجال وهذا مجال هذا الدور ديالهم هو حماية المغرب من الهجمات التي يتعرض لها من طرف دول خارجية كما الجيش قد يتعرض لهجمات حربية من طرف دول أخرى أو جيوش أخرى كذلك ومثال كينا بالحرب الإلكترونية المغرب ممكن أن يتعرض إلى هجمات إلكترونية من طرف دول أخرى ولذلك عنده واحد الإدارة ديال يعني حماية النظم على هشاشتها المهم أنها كينا وكينا تأكد فقراهم كينشروا دائما يعني الوتائق على الموقع ديالهم هنا يمكن شوفها هي بالعربية المملكة المغربية يعني في المكير قوشي تغراك ينشروها على الموقع ديالهم المملكة المغربية إدارة الدفاع الوطني المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مش المديرية العامة للأمن الوطني ومش المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يعني الحموشي ما عنده علاقة نهائيا بهذه الأمور فالناس الذين يروجون أن الحموشي هو المسؤول على هذه الإدارة وأن قطر ستستعينه بالتجربة المغربية وتستعينه بالحموشي في هذا المجال فهما كيحاولوا يخلقوا واحد للبروباقاندا والحموشي يعني كيحاولوا يخشيوهلك في أماكن ليست أماكن أو في اختصاصات ما شيء اختصاصات دياله فقط يعني كيبغيوا الحشو دياله ويعمروا الصفحات المغربية ما دمنا نحنا يعني ما أنشوا واحد الرقيب والحاسيب لشنو كيتقال داخل المواقع وداخل الصحف المغربية فكل واحد كيقول دكشي ليبغاه وكيرووج لدكشي ليبغاه دون حاسيب أو راقيب باش نزيدو نبينو هذا الموضوع هذا هنا أنا واحد المقال يتكلم عن تفاصيل هذه تفاصيل قانون الأمن السيبراني الذي صادق عليه جيش كون المالك نجيو هنا نشوفه واحد المقطع كيقول لك وقامت إدارة الدفاع الوطني يعني الجيش المالكي بتنصيق مع جميع الهيئات المعنية بإعداد مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني يعني الإدارة اللي يعني كتطم تحت لوائها هذه المديرية العامة لحماية المعلومات أو للأمن السيبراني يعني فالجيش يعني هو اللي يعني بحلها هو الميضلة ديالها هو اللي دير هذا القانون يهدفه إلى الرفع من القدرات وكذا وكذا وهنا عندنا عثاني تدخلت المديرية العامة لأمن النظوم المعلومات التابعة للقوات المسلحة التابعة من للقوات المسلحة الملكية لمواجهة هجمات إلكترونية استهدافات قطاعات حكومية وكما قلنا على هشاشتها المهمة عندهم واحد الإدارة والحموشي بعيد كل البعد عليها يعني لاش كنقول على هشاشتها يعني رغم تواجد هذه الإدارة هذه فإحنا كنشوفه سنة 2014 يعني كيف تمكن واحد الحساب اللي هو وهمي أن ينشر الآلاف من الوتائق المتعلقة بالديبلوماسية المغربية فكان هناك اختراق لوزارة واختراق لأجهزة أمنية اختراق للمخابرات المغربية وفي ذلك الوقتها في انكشفوا لنا يعني بكل وضوح على أن الإعلام المغربي عامة في جله أو في أغلبه كله تابع للمخابرات المغربية وكيف الشرعية تدخلوا في عدة أمور وكيف يجند العديد من الصحفيين منهم رضوان الرمضاني الذي كتشفت في تلك الفترة علاقته بالمخابرات المغربية وأنه مجرد واحد البروباغاندي استكير وجه العديد من يعني الأشياء التي تريدها المخابرات المغربية أظن أن الأمور أصبحت واضحة يعني باش نزيد ندققه ما كان بغيش دائما ما كان بغيش ولكن ما كيكونش عندي دائما الوقت باش نوجد الفيديوهات ونفصل فيها فبعض المرات كندير واحد الفيديو فقط من أجلي أنني نغطي واحد الواقعة وما تخليهاش تدوز هكوك فما كتوجد لهاش فكتتدر بارتيجالية وبتلقائية ولا كتدر واحد البحث ما كتعطيهاش الوقت ديالو الكامل كتشت واحد ربع ساعة ولان الساعة كتب حتى عبر المواقع الطفطف المهم أن الحادث مخصوش يفوتك خصوصا أن الآن يعني العديد من الإخوان تراجعوا عن الصحافة من كيكون بزاف ديان الإخوان كيغطيوا كل واحد كيغطي واحد الحادث معين فكيكون هناك واحد التعاون وهذا هدر على هاديران هدر على حاجة أخرى الأخوان هدر على حاجة أخرى ما الآن بزاف ديالإخوان تراجعوا عن الصحافة فالأمر أصبح أكثر صعوبة فما فيها بس أننا نحاولو يعني وخاط نقص الجودع ديال المنتوج الذي نقدموه لأننا ما نكونوش بعد مرة ما نكونش صراحة حتى مستعد نفسيا وكتقدر يعني وانت العقل ديالك ماشي معاك أصون بورصون كتكون كتدير حوائج أخرى كتحاول تخرج واحد من الساعة ولا واحد الساعة ديال المقانة أنك تشوف داك الموضوع شنو فيه وتشوف الحيثيات دياله وجميع الجوانب اللي محيطة به أنك تغطي بشكل صحيح فما كتكونش أصون بورصون مركز في ذاك شي المهم عندك أنك تغطي ذاك الحادث وما تخليش وحد الفراغ وما تخليش أن هذا النظام يمرر هاد المغالطات على الشعب المغربي كما كنا نشوفوه مؤخرا خدام على قدم وثاق كان هذا بخصوص هذا الموضوع ديال الأمن السيبراني في المغرب أظن أنه ما بقاش مجال أن البلاد مزيدي يعني في المجادلة دياله بخصوص هذا الموضوع الحموشي مرة أخرى لا علاقة له بهذا المجال وبالإدارة ديال هذا المجال هي تابعة لإدارة الدفاع الوطني كما هو موضح في الموقع الرسمي ديالهوم وكما هو موضح حتى في الوتائق التي ينشرونها بشكل دوري دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم السلام عليكم